نشاط 2. الكتابة لتجربة المستخدم الكتابة لتجربة المستخدم UX Rating وهي اختصار لـ User Experience Rating. هي طريقة سياغة النصوص التي تظهر في واجهات المستخدم داخل المنتجات الرقمية من مواقع الإنترنت أو تطبيقات الأجهزة المحمولة أو غيرها من المنتجات الرقمية. الكتابة لتجربة المستخدم تختلف عن كتابة النصوص العادية لأنها تهدف إلى التواصل مع المستخدم وارشاده من خلال واجهة الاستخدام بطريقة مفهومة وأسلوب بسيط وواضح. الهدف الرئيسي من الكتابة لتجربة المستخدم هو مساعدة المستخدم على إكمال المهام التي يريدها في أي منتج رقم عن طريق كتابة التسميات والمحتوى بشكل مبسط. ومثال على ذلك تسميات الأزرار والرموز والإشعارات والتعليمات ورسائل الخطأ وغيرها. وتعرف تلك التسميات أو النسخة المصغرة للمحتوى باسم مايكروكوبي أي القطع النصية الصغيرة وتسمى أيضا بالنصوص المصغرة. القطع النصية الصغيرة من المحتوى تعمل على توجيه المستخدم مثل ظهور رسائل الخطأ أو النصوص الموجودة بأزرار التنقل في موقع الواب أو تطبيق الهاتف. وهي نصوص صغيرة لها تأثير كبير على تجربة المستخدم وتتمثل المهمة الأساسية لها في كسب ثقة ورضى المستخدمين. الصعوبة في الكتابة لتجربة المستخدم تتمثل في كونها تختلف عن الكتابة العادية، ففي الكتابة لتجربة المستخدم أنت لا تحاول إمتاع المستخدم، بل تحاول توصيل المعلومة له بأبسط وأسهل الطرق له ليصل إلى ما يريده. حيث أن قد يكون واجهة البرنامج أو التطبيق مصممة بشكل جيد جدا، ولكن الكتابة لتجربة المستخدم السيئة تحيل التطبيق إلى تطبيق سيء، وذلك لأن إذا تعاملت مع تطبيق لا يعطيك الشرح الكافي السريع في كل خطوة، ستقوم بمسحه والبحث عن الأسهل منه. مثال كتابة تجربة المستخدم يجب أن يتحقق فيها مبدأ التناسق بين الكلمات والجمل والنصوص. في هذا المثال استخدم الكاتب كلمة «انضم» في العنوان. وعندما جاء الدور على الأزرار استخدم كلمة أخرى «اشتراك». أهمية الكتابة لتجربة المستخدم قبل عدة سنوات مضت، كان يتولى المصمم أو المطور مهمة كتابة نصوص تجربة المستخدم. وفي كثير من الأحيان كان النص النهائي يخرج في صياغة رديئة تحبط المستخدم، ما يدفعه إلى الاتجاه تلقائيا نحو المنافسين بحثا عن مساعدة على نحو أفضل. من هنا برزت أهمية الكتابة لتجربة المستخدم، فجاء هذا النوع من الكتابة ليتعاطف مع المستخدم، ويفهم ما يحتاج إلى معرفته بالضبط في اللحظة المناسبة للتنقل عبر الشاشة أو لإكمال مهمة، ومن ثم يتواصل معه بنص واضح وموجز. كيف تختلف كتابة تجربة المستخدم عن كتابة الإعلانات؟ كتابة الإعلانات كوبي ريتنج هي عملية كتابة مواد تسويقية، الهدف منها بيع منتج أو خدمة ما، وقد تتم في مرحلة متأخرة بعد الانتهاء من عملية تصميم المنتج بالكامل. في المقابل الكتابة لتجربة المستخدم UX ريتنج، مهمتها كتابة نصوص تدعم استخدام المنتج وتقوي التواصل بين العميل وواجهة الاستخدام، فهي أحد المهام الضرورية عند تصميم تجربة المستخدم لمنتج أو خدمة. يساعد هذا النوع من الكتابة المستخدمين على تخفيف أي مشاعر سلبية في حالة وجود أخطاء أو مشاكل في أثناء التشغيل. كتاب تجربة المستخدمي كتاب تجربة المستخدمي يقومون بالمساعدة في إنشاء وتعزيز وانتشار العلامة التجارية أو المنتج أو المشروع، وإعطاء قيمة للمستخدمين من خلال صياغة تجربة استخدام من شأنها تحسين حياتهم اليومية باستخدام المنتج أو التطبيق أو الموقع الإلكتروني. وكذلك التأكد من أن جميع منشأي المحتوى في الشركة أو المؤسسة يمكنهم فهم واستخدام ذات الأسلوب بسهولة، وذلك من خلال إنشاء دليلاً لنمط وأسلوب كتابة المحتوى. التخطيط لمحتوى تجربة المستخدمي كما تشير مايكروسوفت في دليلها عن أسلوب المحتوى والذي يقدم رؤيتها المفصلة عن كتابة تجربة المستخدمي، فإن النص الجيد يبدأ بخطة تستهل بالإجابة عن هذه الأسئلة. من هو الجمهور؟ ما هو الإجراء الذي يريد الجمهور تنفيذه؟ ما هي قيودك في الوقت والميزانية؟ ما هو شكل المحتوى الأمثل الذي يلبي احتياجات العميل؟ كيف سيجد العميل المحتوى؟ ما هي الأجهزة التي من المحتمل أن يستخدمها العميل للاطلاع على المحتوى؟ قواعد الكتابة لتجربة المستخدمي ثمت أربعة قواعد أساسية مطلوبة عند الكتابة لتجربة المستخدمي تجعل النص فعالا وهي الوضوح الاختصار الفائدة الاتصاق مهارات الكاتب لتجربة المستخدمي أولا يفهم أساسيات التصميم ومعايير الويب وقابلية الاستخدامي ثانيا لديه مهارة الكتابة بإجاز وبشكل مختصر وبسيط يفهمه أي شخص عادي ثالثا ينصت جيدا للمستخدمين ولديه مهارة الإصغاء ويحلل سلوكهم في تجربة الاستخدامي رابعا متوفر لديه مهارات العمل الجماعي مع فريق المصممين والمطورين أو المبرمجين خامسا يعرف أساسيات اختبار تجربة المستخدمي جيدا سادسا التحدث مع المستخدمين لمعرفة المشاكل التي تواجههم في استخدام المنتج أو التطبيق أو الموقع سابعا معرفة عمل الأبحاث وتحليل النتائج وتحويلها إلى مهام تطويرية انتهى النشاط